أرعة كأس مصر للسيدات أيضا تم الإعلان عنها هنلاعب مين في دور الستاشر يمكن أول مباراة للأهلي دور الستاشر مفيش دور الاثنين وثلاثين دور الستاشر هتلاعب مع نادي ديلفي هتبقى في صالة بيونير بالاسكندرية وفي حالة فوزنا ان شاء الله هنلاعب مين اللاعب الفائز من الاتحاد السكندرية وهيليوبلس أتوقع أتوقع يعني هيليوبلس فإذا دور الستاشر هو ثم نهائي وبعد كده دور التمانية عدد الفرق المشارك في كأس مصر بالنسبة للسيدات أقل الرجال أكتر عشان كده الرجال بدأ 32 السيدات بدأ من دور الستاشر وفي قبل النهائي هنلاعب بقى الكاسبان من أربع فرق سبورتنج المعادي يسموها ودي ديجلة غالبا يا سبورتنج يا ودي ديجلة واحد من الاثنين هو ده اللي هنقبله في قبل النهائي بإذن الله في ريتنا يا حامل اللقب السنة اللي فاتت بعد ما فوزنا على الصيد في مباراة مراتونية وطبعنا على شركات النادي الأهلي فوزنا بنتيجة 3-2 كل التوفيق طبعا دي قرأة السيدات زي مواضحة لحضراتكم كما أعلن عنها في موقع الرسمي لاتحاد المصري كرة طائرة الحقيقة اللي بحب نشيد بيهم وبمجهوداتهم اللي حتى الآن الحقيقة واضح الشغل واضح التركيز في المسابقة وتوقع طرامة التركيز في المسابقة كده هنشوف منتخب إن شاء الله يعود لسابق عهده مع هذا الاتحاد لأن الموضوع كله محتاج احتكاك وإدارة